اهلا وسهلا بكم اصدقائي معاكم مستر باجي اصدقائي جوا مصر وبرا مصر براحة بيكم في عيادة باجي وبقدم لكم في فيديو النهاردة فوائد البطيخ الاحمر لطيور الزينة الفيديو بتاع النهاردة ضمن سلسلة فوائد الخضروات والفواكه لطيور الزينة واللي بتكون عبارة عن كل يوم فيديو جديد بنزله على القناة بتتكلم فيه عن فائدة نوع من انواع الخضروات او الفواكه هجمع لك كل الحاجات دي في قائمة تشغيل واحدة بسيب لك رابط قائمة تشغيل فيه وصندوق الوصف عشان لو حبيت تراجع جميع الفواكه والخضروات اللي تقدر تستفيد منها في تربيتك لطيور الزينة اما النهاردة عن فوائد البطيخ فهو من الفواكه زي تستعرات الحرارية القليلة جدا فبننصحكم دايما نقدمه للطيور من غير ما نخاف من اصابتهم بالتشحيم وكمان نقدر نستعمل البطيخ في علاج الطيور المصابة بالتشحيم نفسها يعني لو عندك طير عنده تشحيم المرة اللي فاتت قلنا البرتقان بيعالج التشحيم والنهاردة برضو البطيخ بيعالج التشحيم البطيخ يعتبر محفز ومقوي جنسي لاحتوائه على مصادر جيدة في التحفيز الجنسي للطيور وفي احماض كمان امينية اثبتت الدراسات الحديثة انه بينشط تمدد الوعية الدموية وبالتالي بيزيد من قوة الانتصاب والقدرة الجنسية لدى الزكور فبالتالي البطيخ بيساعد في علاج الامساك ايضا عند الطيور وملين الامعاء شأنه شأن البرتقان يعني تقريبا معظم الخضرات والفواكه بتكون مفيدة جدا في موضوع الامساك وتليين الامعاء عشان كده قلنا لو عندك اسهال او طيور عندك ما فيها عندها اسهال او مصابة بالاسهال فبنتجنب تقديم الخضروات والفواكه على وجه العموم لحد ما يتمثل للشفاء وبالاضافة كمان انه بيكون مقاوم الفطريات اللي بتهاجم الحوصلة بتاعة الطائر باستمرار علشان طبعا اثناء مثلا انه ممكن يكون اكل حاجة من الارض او كده فاتقديم البطيخ هيكون حصن لك ووقايا وطايما بنقول الوقايا خير ومن العلاج وكمان البطيخ غني بمضادات الاجسادة والمواد الرفع للمناعة فهو مقوي للمناعة ورفع للمناعة جيد جدا بيقوي مناعة الطائر ضد بعض الامراض وبيساعد على تنشيط الطائر وهو مصدر قوي جدا للطاقة ويرطب جسم الطائر فجميل جدا ان احنا نستخدمه في فصول الحر على وجه الخصوص وعادة البطيخ بيكون موجود في فصول الصيف او في فصل الصيف. وكمان بيخلي او بيجعل جلد الطائر راطب وبيعدل درجة حرارة الجسمة. وليه دور فعال جدا في تجديد الدم ويساعد على فتح الشهية للطيور. ومع ذلك ما بيعملش للطيور تشحيم. يعني هو مفيد في الطرفين. مغز قوي وفي نفس الوقت ما بيشحامش الطيور ولكن انت تتجنب انك تقدم لهم الحبوب اللي بتزود عملية التشحيم عند الطيور. البطيخ بيحتوي على فيتامين سي واي واي وبيحتوي على نسبة جيدة جدا من العناصر المعدنية. مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والسوديوم. طيب ايه هي طريقة تقديم البطيخ? هنستخدم من البطيخ القشر بتاعه فقط. يعني احنا لما بناكل البطيخ بيتبقى في القشر كده الشوية اللي تحت اللي بيكون فيهم شوية لونهم احمر بس من البطيخ مع القشرة هي دي بقى اللي هنقدمها للطيور. مش هنقدم البطيخ نفسه عشان هي الفايدة كلها بتكون في المنطقة دي. فاحنا هناكل البطيخ عادي خالص يعني مش هيخسرك حاجة. انت بتجيب بطيخة بتاكلها. القشرة بيكون متبقي فيها حتة حمرة كده. الحتة الحمرة دي هي بس اللي الطائر هيكلها. آآ وفيه برضو آآ ملحوزة مهمة جدا. الطيور عامة بتحب البطيخ جدا. فحتلاقيها لما تقدم لها البطيخ حتاكلها. وهتقبل عليها باستمرار. ولكن طبعا في الحالة دي مش عايزك تفرح وتقدم لهم بقى البطيخ كل يوم. لا. ده غلط. كفاية مرة واحدة في الاسبوع او ممكن مرتين في الاسبوع. ولو حبيت انك تزود لهم شوية في القطع الحامرة مفيش مشكلة ولكن تأكد ان ما فيش بزر عشان البزر دي ما قلنا ممكن يسبب لهم اختناق. فآآ اي نوع فاكهة وناخد رواد بنكتفي بمرة او مرتين فقط في الاسبوع. علشان ما يسبب لهمش آآ حالات الاعياء ومشاكل في العمعاء. وبكده اكون خلاص معاكم فيديو النهاردة. لو عندك سؤال سيبه لي في الكومنتات. لو السؤال آآ يستدعي ان انا اعمل لك فيديو بعمل لك فيديو برد عليك آآ في الفيديو وبعرضه على القناة. ولو الامر بسيط برد عليك في الكومنتات عادي. آآ بالنسبة لقوام التشغيل الموجودة في القناة هتستفيد منها جدا. لو لسه مبتدئ في مجال تربية طيور الزينة عملت لك كرسي مكثف للمبتدئين في اساسيات تربية البطي. هتلاقي موجود عندك في وصف الفيديو. بالاضافة كمان للناس اللي حابة تعمل مشروع ربحي من تربية طيور الزينة عملت لك كرسي مكثف للمبتدئين من الهواية الاحتراف. هيفصل لك كل حاجة بحيس ما تقعشف مشاكل او تخسر فلوسك بدون ما يكون عندك دراية وعلم في تربية طيور الزينة. بالاضافة كمان لسلسلة امراض الطيور وعلاجها وعلاج الامراض بالعشاب والنباتات والزيوت الطبيعية. كمان في قائمة تشغيل بعنوان فقرة سؤال وجواب. دي بتكون اسئلة المتابعين اللي بيعرضوها عليها وانا برد عليها وبنزلها في القناة. وغير كده كمان في كل يوم معلومة جديدة. القناة غنية جدا بالمعلومات الخاصة بمجال تربية طيور الزينة. ادخل واشترك واخد لك جولة في قوام التشغيل لو عندك سؤال سيبهولي في اي كومنت او في اي فيديو موجود. وبشوفكم الفيديو الجاي في عيادة باجي انا سيت اقول لك لو الفيديو عجبك وحاسيت انك استفدت منه ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل واشوفكم الفيديو الجاي في عيادة باجي.